تحياتي النهاردة سنتناول معا قصة حياة الإمام البخاري وهل حقا صحيح البخاري أصحي كتاب بعد القرآن سنحاول أن نجيب على هذا السؤال ونتناوله من جميع الأوجه اسمه بالكامل أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ولد 194 هجرية الموافق 810 ميلادية وتوفي 256 هجرية الموافق 870 ميلادية عن عمر يناهز 60 عام ويعتبر الإمام البخاري من أهم علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل والعلل عند أهل السنة والجماعة وله مصنفات كثيرة أبرزها بالطبع كتاب الجامع المشهور طبعا باسم صحيح البخاري الذي يعد أكثر الكتب الستة الصحاح والذي أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أنه أصح الكتب بعد القرآن وطبعا ده السؤال النهاردة هنحاول نناقشه وسنرى إسكانت حقا أصح الكتب بعد القرآن أم لا وقد أمضى في جمعه تصنيفه حوالي 16 عام اختلف المؤرخون حول أصله فالبعض يقول فارسي والبعض يقول تركي والبعض يقول عربي لكن معظم المؤرخين يؤكدون أن الإمام البخاري ولد في بخاري أحدى مدن أسباكستان ولذلك سمي بالبخاري نسبة للبلدة التي ولد فيها وتربى في بيت علم إذا كان أبوه من العلماء المحدثين واشتهر بين الناس بورعه وأخلاقه العالية وفضله ممكن نقول أن البخاري نشأ يتيما في حجر أمه بعد وفاة أبيه وهو في سن صغير وقيل أنه أصيب بالعمى وهو صغير السن ولكن الله رد عليه بصره والله أعلم يعني هذه المقولة قال ولكن يعني غير مؤكدة لكن قيلت أنه كان أعمى مال البخاري إلى طلب العلم وهو في سن صغير جدا ورحل في أرجاء العالم الإسلامي رحلة طويلة للقاء العلماء وطلب الحديث وسمع من قرابة ألف شيخ وجمع حوالي ستمائة ألف حديث يعني هو رقم كبير جدا يعني الرقم نفسه ستمائة ألف حديث رقم يعني صعب تصديقه ومما يجعل الكسيرون يعني يشككه في صحة أحريص البخاري يعني كيف لك أن تجمع ستمائة ألف حديث أنت متخيل الرقم رقم صعب جدا المهم ومن أجل ذلك يعني يقولك أنه لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث طبعا بسبب أنه جمع هذا الرقم الهائل لازم لم يسبق له أحد يعني يعني هو فعلا الرقم هائل جدا من أشهر تلاميذه الترمزي طبعا وابن خزيمة ومسلم ابن الحجاج وقد اختلف العلماء في تعيين المذهب الفقهي للإمام البخاري يعني حتى المذهب الفقهي له غير معروف تخيلوا الإمام البخاري لا أحد يعرف حقيقة مذهبه الفكري فالبعض يقول أنه حنبلي والبعض الآخر يقول أنه شافعي والبعض الآخر يقول أنه مكتهد مستقل ولم يكن تابعا لأي مذهب فقهي من مذهب الأئمة الأرباع يعني كان له المذهب الخاص له يعني وذلك ما رجحه عدد كبير من العلماء من المتقدمين والمعصرين ويقال أيضا عنه أنه كان بالنسبة لهيئته مظهره أنه كان شيخ نحيه في الجسم بتوسط الطول ليس بالطويل ولا بالقصير ده اللي عايز يعرف هيئة البخاري هكلمكم دلوقتي عن محنته ولماذا تم تكفيره من علماء عصره يعني حتى الإمام البخاري اللي أي حد مجرد ما ينقض حديث أو ينقضه أو يتناوله بأي شيء من الأشياء بيتم تكفيره هذا الرجل نفسه تم تكفيره من علماء عصره فحقيقة مشكلة التكفير في الأمة الإسلامية منذ نشأتها حتى يومنا هذا مشكلة مشكلة بمعنى الكلمة يعني الإمام البخاري تم تكفيره فلقد أمتحنا البخاري مرتين الأولى كان مع شيخه محمد ابن يحيى الزهلي على رأس جماعة من الفقهاء والمحدثين في عصره حيث اتهم البخاري بمسألة القول باللفز بالقرآن وهل هو مخلوق؟ وكانت هذه المحنة يعني واحدة من أسباب محنته الثانية يعني المحنة دي قدت للمحنة الثانية مع حاكم بخاري خالد ابن أحمد الزهلي ولقد أصابت فتنة خلق القرآن الإمام البخاري والتي بسببها تم تكفيره وانفضاد الناس عنه فبالرغم من أن عند دخول البخاري نسابور استقبله الناس بالحفاوة والتكريم والتعظيم فيقال أنه عندما دخل نسابور استقبله حوالي أربع تلاف رجل والتف الناس حوله وطلاب العلم أتوا لهم من كل مكان حتى هجروا مجالس المحدثين الآخرين وهجروا شيوخهم وهنا بداية الغيرة إنهم تركوا شيوخهم وراحوا لمن؟ للإمام البخاري حتى رجال الدين فيهم الغيرة العمياء اللي ممكن تؤدي إنهم بيكفروا بعض زي ما أنا حشرح لكم دلوقت يعني طبعا هذه الغيرة كانت سبب في إغار صدور البعض عليه فأرادوا صرف الناس عنه بعد أن رأوا هذا الحب الكبير من الناس له فشغبوا عليه بمسألة خلق القرآن يعني عملوا قصة عشان يقولوا له ده كافر إيه اللي بتسمعوله ده ابعدوا عنه غيرة علماء من بعضه ومشايخ وحاجة يعني مؤرفة فشغبوا عليه وعلى فكرة هذا الكلام موجود حتى يومنا هذا الغيرة بين رجال الدين شيء محزن جدا المهم شغبوا عليه بمسألة خلق القرآن قال أبو أحمد ابن عدي الجرجاني ذكر لي جماعة من المشايخ أن البخاري عندما قدم إلى نسابور اجتمع الناس عليه فحسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ بسبب إقبال الناس عليه فقالوا لأصحاب الحديث احذروا منه فإنه يقول اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال يا أبى عبد الله اللي هو المقصود البخاري ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير مخلوق فأعرض عنه البخاري هو حس أن في خدعة بتتعمله أو عايز يوقعه في الخطأ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه فأعاد الرجل سؤاله مرة واثنين وثلاث ففي الثالثة التفت إليه البخاري فقال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة فشغب الرغل وشغب الناس وتفرقوا عنه وقال المؤرخون أن محمد ابن يحيى الزهلي كان ممن دخله الحسد والحقد على البخاري طبعا بسبب اجتماع الناس عليه فقال للناس إن سألتم البخاري وأجاب بخلاف ما نحن عليه فهو سيشمت فينا كل رافضي وكل جهامي وكل مرجع بخرصان فقام الناس بامتحان البخاري مرة أخرى فسأله أحدهم عن اللفظ بالقرآن فقال البخاري أفعالنا مخلوقة وألفازنا من أفعالنا فوقع بينهم اختلاف شديد فبعض الناس يقول إنه كفر قال لفظي بالقرآن مخلوق والبعض الآخر قال لا لم يقل ذلك طبعا كل الفكرة يعني كل الموضوع ده والقصة غيرة رجال دين من بعض يعني الموضوع ملهوش ده أصلا بقصة اللفظ بالقرآن ولا مخلوق ولا غير مخلوق الفكرة كلها غيرة رجال دين هذا هو يعني مركز محنة البخاري وإسر ذلك بعد أن اشتد الخلاف بين البخاري والزهولي بسبب الغيرة طبعا فلقد هجر الكثير من الطلاب مجالس البخاري وقطعوا الزهولي وهو أحد طبعا كبار محدسي ومشايخ نسابور اللي هو عمل ده كله بسبب الغيرة لما الناس تركت مجلسه وذهبت تقابل البخاري ويحضروا مجالسه وتركوا مجلسه فطبعا غيرة وحق طبعا الزهولي كان أحد كبار محدسي ومشايخ نسابور لما كان له من مكانة ومنزلة عظيمة في بلده نسابور فغادر البخاري نسابور بعد هذه الحادثة طبعا ضرقا للمفاسد ووأدا للفتنة عائدا إلى بلدته بخاري قال الزهبي معلقا على ما حدث يعني معلقا على هذه الأحداث وأما البخاري فكان من كبار الأئمة الأسكياء فقال ما قلت ألفاظنا مخلوقة وإنما حركاتهم وأصواتهم وأفعالهم مخلوقة والقرآن المسموع المثلو الملفوظ المكتوب في المصاحف كلام الله غير مخلوق أنا شخصيا أعتقد أن كل هذه الحادثة وكل هذا السقب نوع من أنواع الفلسفة والتلعب بالألفاظ وما كان يجب تكبير المسألة حتى وصلت إلى تكفير جميع أهالي نسابور البخاري بسبب حقد علماء على علماء وعندما عاد الإمام البخاري إلى بلدته بخاري سأله أمير بخاري خالد بن أحمد أن يحضر إلى منزله ويقرأ كتبه على أولاده دي المحنة التانية اللي بقول لكم عليها دلوقتي فامتنع البخاري عن ذلك لألا يحاب ناسا دون أخرون فغضب الأمير من البخاري غضبا شديدا وقام بتقليب رجال الدين في بخاري ضده حتى تكلموا في مذهبه وقاموا بتحريض الناس عليه حتى يبعدوا عنه ويفارقوا مجلسه فأبى الناس عن فعل ذلك فأمره الأمير بعد ذلك بالخروج من بخاري فخرج منها مجبرا إلى قرية من قرى ساماركند وكان له بها أقرباء فنزل عندهم ومرض هناك مرضا شديدا واشتد عليه المرض من كسرة الظلم الواقع عليه وقد سمع ليلة من الليالي بعد أن فرغ من صلاته يدعو قائلا اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك طبعا هذا الرجل يعني كل ما يروح مكان يكفروه وبيغيروا منه وحقد عليه فضاقت عليه الدنيا لذلك فصلاته قال اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض فاقبضني إليك يعني شيء محزن جدا إن البخاري في آخر حياته كان يتمنى الموت بعد أن ضاقت عليك الدنيا طبعا بسبب تكفير رجال الدين له عشان كده دايما أنا في معظم حلقاتي يا جماعة بتكلم عن فكرة التكفير تكفير النص لبعضها لا يوجد عالم مسلم أو فقيه أو أمام من الأئمة إلا تم تكفيره يجب أن نكف على تكفير بعضنا البعض يجب أن نكف عن التكفير هذه الأمة يعني البلاء الأعظم فيها تكفيرهم لبعض يا جماعة توقفوا عن التكفير لا يوجد إمام أو شيخ إلا تم تكفيره يعني البخاري زي ما بقول لكم خصة حياته تم تكفيره الرجل في آخر حياته بيقول داقت علي الأرض خدني إليك يعني البخاري اللي النهاردة لما أي حد يشكك يشكك مجرد تشكيك في حديث للبخاري بتكفروه الرجل نفسه تم تكفيره أتمنى أن الناس تفوق من الغيبوبة اللي عايشة فيها يعني حقيقة أنا حزين لأن الغاية النهاردة أجد في بعض التعليقات مش بعض الكثير من التعليقات ناس بتكفر بعض يا جماعة اتركوا ربنا هو اللي يحاسب البشر هو اللي يحكم على مين كافر ومين غير كافر مش كده هذا الرجل يعني بيقول داقت علي الأرض من كسرة التكفير كفروه المهم طبعا بسبب تكفير رجال الدين له فمات ودفن يعني مات برضو ودفن من هما وكمدا مات ودفن في ساماركند 256 هجرية الموافق 870 ميلادية عن عمر يناهز 60 عام الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة هكلمكم عن فكرة الاتهامات التي تشكك في صحة أحاديثه وهل هو فعلا صحيح البخاري صحي كتاب بعد كتاب الله هنشوف مع بعض يعني من الاتهامات التي توجه للبخاري وتشكك في صحة أحاديثه أولا أن الوقت بين ميلاد البخاري ووفاة النبي محمد حوالي 200 سنة 200 سنة وهي مدة طويلة مات خلالها الفترة دي مات كل الصحابة وبالتالي هناك شك كبير يعني كبير جدا كمان في مصدقية الأحاديث التي قام بإخراجها ده فيه فترة 200 عام فترة كبيرة جدا كل الصحابة ماتوا فمن أين أتى بهذه الأحاديث الاتهام التاني أن 16 سنة وهي مدة وضعه لكتابه لا تكفي لتنقيح 600 ألف حديث تخيل يعني 16 سنة أنت لازم تنقح 600 ألف حديث فكيف هذا للتحقق من شرطه وهو العدل والصدق وعدم التدليس وبحسبة بسيطة جدا فهو يحتاج إلى أكثر من 200 سنة لكي ينقح 600 ألف حديث أي حوالي 15 دقيقة لكل حديث وهي بالطبع غير كافية للقاء الرواة وتطبيق المعايير التي وضعها بنفسه يعني مستحيل ومن الاتهامات التي توجه للبخاري أيضا أن الأحاديث التي قام بإخراجها فيها إسناد أحيانا إلى تسع رواة بينه وبين النبي محمد وهو ما يوسع بالطبع مجال النسيان والتدليس والكذب والتلفيق طبعا في تسع رواة لغاية ما يوصل للحديث طبعا صعب جدا ومن الاتهامات أيضا التي توجه للبخاري أنه لا يوجد ما يسمى بصحيح البخاري لسبب بسيط جدا وهو عدم وجود نسخة أصلية من الكتاب ما فيش مخطوطة بخط اليد يعني أيضا نسخة الأصلية ولا يوجد نسخة من عصره باقية حتى يومنا هذا والاتهام الأخير الذي يشكك في صحة أحديث البخاري هو أن رحلات البخاري العلمية إلى بغداد ومكة ومصر كانت قصيرة جدا وليست كافية بالمرة للسماع من كل الرواة فيعني كل هذه الاتهامات تؤكد أن فيه شك كبير في أن نقدر نقول أن صحيح البخاري هو أصحي كتاب بعد كتاب الله يعني فيه شك كبير فيها يعني صعب أن الواحد يقول هذه الكلمة يعني طبعا أنا سأترك لكم التعليق وسأترك لكم الحكم بعد كل النقاط التي تناولناها معا ولن أطيل عليكم أكثر من ذلك دي كانت حلقتنا النهاردة أحب بالطبع أسمع أراءكم في شخصة الإمام البخاري والاتهامات التي وجهت له وهل أنت مع أو ضد في القول أن صحيح البخاري أصحي كتاب بعد كتاب الله دي كانت حلقتنا النهاردة أتمنى أنها تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطابة مساءكم دي كان وطابة مساء gettingشار